أصر قضية أنت شايف أنها أخذت وقت في التحضير وهلكتك على المستوى النفسي وأنا بشوف أن أنت برضو مختار حاجة صعبة يعني أعتقد بتأثر عليك نفسيا جدا جدا سفاح الجيزة طبعا أنا قدمته قصته من سنة باسم قزافي لأن أنا لفت انتباهي أصلا الزكاء بتاعه في تنفيذ جرائمه هو خليط ما بين سفاح ونصاب وحرامي يعني هو تقريبا خد كل حاجة في علم الجريمة وعملها ما فيش حاجة ما عملهاش ولفت انتباهي أنه لما أتقبض عليه أصلا ما أتقبضش عليه باسم قزافي يعني هو أتقبض عليه باسم الرضا اللي هو الصاحب اللي قتله وانتحل شخصيته ولما أبضوا عليه لقوا كمية أوراق مزورة رسمية مزورة كتيرة جدا وكان عنده زكاء مش طبيعي في أنه بيختار الضحية اللي هو هياخد أوراقها أو كده تكون ضحية مش مقيمة في مصر بقالها مدة زمنية طويل فهو مش سهل خالص هو سفاح الجيزة بيعرض كعمل درامي حاليا على أحد المنصات والناس متفاعلة معاه بشكل كبير جدا شايف تحويل الأضايا دي لأعمال درامية إزاي ممكن يعني يقلق حالة من الوعي عند الناس طبعا لأنه المجرم بشكل عام وهو بيرتكب أي جريمة بيبقى متأكد أنه محدش يبقى عليه ومتأكد أنه عمل كل حاجة صحيح من طب الشرعي من المعمل الجنائي من القضاء طبعا في الآخر أي تفصيلة صغيرة بيتم الوصول ببساطة جديدة جدا للجاني فهي رسالة لأي حد بيفكر يرتكب حاجة غلط لا هو هتتخيل أنك هتعدي منها حتى لو مر على ارتكابك للجريمة دي وقت يعني في جريمة أنا لسه عرضها من كام يوم شخص قتل طفل بقى له ثلاث سنين اتقبض عليه بعد جرائم الأطفال دي جرائم بشعة والتعرض لها موجع الحقيقة بشعة بس أنا بحاول مش بتولام على الفيديوهات دي لما تتكلم عن الأطفال أو تتكلم عن جرائم خاصة بالأطفال علشان أهل الضحية والكلام دي البداية كان ممكن الناس اللي ما كانتش مستوعبة أنا بقدم إيه كان ممكن يجي لي لهم وكده بعد كده بدأ يستوعبوا أن أنا حقيقي بقدم رسالة واضحة لأي أب وأي أم أنك ركزوا جدا في طريقة التصرفات طبعا مفيش حاجة أسمعها أنا واثق في فلان فاسيب ابني معاه فيش حاجة أسمعها سيب ابني بس يلعب خمس دائق بره البيت هو المجرم عايز تلاتين ثانية مش عايز خمس دائق عايز عشر ثواني خوفناش بقى أنت دايما تتكلم عن المجرمين وقرب موحتهم آه لا أما هو في الآخر دي مسألة هو في الآخر التطور التطور بقى اللي حاصل خلى أنه الجرائم دي تقل اللي هي صعوبتها دي تقل يعني لما ترجع مع الواعي مع الأجهزة الأمنية طبعا يعني حتى مسألة أنه المجتمع نفسه يكون واعي بأنه ممكن تحدث هذه الجرائم يؤلل من حدوثه طبعا أنا مثلا كنت بقولك على موضوع قضية التوربيني مثلا أنا اللي في انتباهي اللي هو سفاح اللي هو التوربيني مشهور جدا في ما بين 2007-2008 فكرة أنه شخص بيرتاكب جرائم ضد أطفال في سن من 11 سنة ل 12 سنة بتم اكتشافه بالصدفة وما فيش أي بلاغات تغيب بتقول أن في أطفال تغيبوا لولا زكاء رجال الأمن أنهم فكروا لحظة أنه احتمال يكون الأطفال دول من أطفال الشوارع ما لهمش أهل ما لهمش حد يبلغ عنهم ما لهمش حد يقول أنهم تغيبوا يعني فبدأوا يعملوا مدهمات على الأوقار اللي بيستخبى فيها أطفال الشوارع وده السبب أنهم أبضوا على التوربيني بعد القضية دي على طول كل ما لا علاقة بقضية أطفال الشوارع تحلت فإن الناس يعرفوا أن الحتة دي فيها خطر فتحلت فتطور الجريمة ده وتطور سوري علم الجريمة حاجة في منتهى الإبداع فإزاي تنقلها في شكل محتوى مرئي للناس هو ده كان بالنسبة لي أنه تحدي أنا عامل حاجة وعندي إحساس أنها ممكن ما هتشوفها ففجعت أن الناس عجبها الطريقة عجبها الإسلوب اعتمدت بجزء كبير على الزكاء الإصطناعي على الإي آي أن أنا قضية مش متوفر منها غير صورة المتعب بس معاكش حاجة تانية فإزاي تبني الحكاية هنا استفدت من خبرتي كمخرج اشتغلت في الميديا سنين فإزاي برضو ما تقولش للناس حاجة مش مظبوطة أوقت